كان متعصب من اللي حصل على الآخر وليان لأول مرة تحس إنه وراها ظهر وسند بيدافع عنها ومحدش يقدر يكلمها وبعدين لف وشه وبصلها وكأن عنيه بتقول لها تطمني أنا دايما هكون جنبك وسبها ومشي ليان كانت بتبصله كأنه كبر قوي في نظرها وكأنها حاسة إنه أكيد في يوم من الأيام هيكون حاجة كبيرة بالنسبة لها أما بعد مدة ليان راحت قعدت على صور البلكونة وهي بتتفرج على العمال وهم بيزبطوا الجنينة وبيعملوا كل حاجة لأنها كانت متعودة تقعد في البلكونة كده في مصر لكنها وهي قعدة حصل الغير متوقع فجأة اتادت تحس كأن في حد بيزقها من ورا حد بيزقها من دهرها علشان تقعم البلكونة وفضلت تسرخ بأعلى صوت ليان كانت حاسة إن في حد بيزقها من دهرها كانت عمالة تحسب المسافة ما بينها وما بين الأرض المسافة كانت قريبة بس اللي يقع منها أكيد يتكسر وكانت عمالة تسرخ وتقول الحقون لكن مع الأسف الدفعة كانت أقوى منها وفعلا واعت من على الأرض وفجأة ابتدت تحس إن فيه إيد قوية لحقاتها فلاشباك كان واقف مالك مع رجالته بيجهز كل التحضيرات والتجهيزات علشان الفرح وبيتفق معاهم على مين اللي هيكون موجود في الفرح وإن المأذون يكون موجود الساعة 8 بالتمام علشان يتمموا الجوازة ويتم على خير وفجأة كان سمع صوت صريخ وأول ما سمع الصوت فهم على طول إن ده صوت ليان علشان كده أول ما سمع الصوت ده طلع يجري زي المجنون جري بأقصى سرعة علشان يقدر يلحقها وفعلا لما جري قدر يلحق ليان ليان ابتدت تحس إن فيه حد شالها من على الأرض كانت حاسة إنها خلاص وقعت وهتتكسر لكن حاجة غريبة جواها كانت محسسها بالأمان وقيت حنينة كانت شايلها من على الأرض وأول ما لفت وشها علشان تشوف مين اللي شايلها لقيته هو مالك بصت له لقيته غطبان جدا وبيبص بكل عصبية وإيده ابتدت توجعها وتوجع ظهرها اللي كانت حنينة عليها وعلى جسمها الجميع تلموا من صوت ليان ومن صوت صرخها مامة مالك وكمان الرجالة مالك نزلها على الأرض بالراحة وبكل هدوء وبعدين ليان كانت عملة تبصله وخايفة من نظراته الأسية وبعد ما بصتله اضطرت إنها هتمشي علشان ما تتكلمش معه ولا تحكيله إيه اللي حصل لها علشان ما تعملش أي مشاكل في البيت ده لكن فجأة وهي بتمشي لقيت حد بيمسك إيديها وهو مالك قرب عليها ومسك إيديها جامد جدا لدرجة إن إيديها كانت هتتكسر من كتر قوة إيده عليها وبعدين بصل الرجالة وقال يلا مشوا من هنا مش عايز مخلوج مفيش أي حد يجي هنا غل لما أقول لكم واللي هشوفوا واللي هلمحوا في الجنينة هنا هخلص عليه وفعلا مشوا على طول الرجالة وكمان مومة مالك خافت منه لإنه لما بيتعصب ما بيشوفش أصاده لياني بتدت تحس بالقلق وبتدت تتوتر كانت حسة إن قلبها بينبط وبعدين فجأة لقيت وشور لها بإنها تسكت لإنها كانت لسه هتفتح بقها وتتكلم ما كانش عايز يسمع صوتها وصرخ فيها وقال معجول هتكتلي حالك علشان ما تتجوزنيش أنا ما تخيلش إنك تعملك ده جدك ده مش طيجاني طيب من هناه ورايح إنت هتكوني مرتي ومش هستنى للمساء بالليل لا ده المغرب المغرب هتكوني مرتي واكتب كتابي عليكي وبعدك ده هيكون بيني وبينك حساب عصير اللي عملتيه ده هيكون لي حساب يعني بقى هوريكي وعرفك إزاي تعملك ده إنتي مش عارفة إن عندنا ناس كتير في الدار النهاردة والناس دول ممكن يفضحونا في البلد كلاتها ويقول إن أنا بتجوز الغصبا عنك لا لا يا أبي أنا هقولك إيه اللي حصل والله العظيم ما ده اللي حصل خالص بص أنا هحكي لك هحكي لك كل حاجة والله يا أبي أنت فاهمني غلا بص أنا هفاهمك هفاهمك كل حاجة شاور لها بدماغه فيما معناها إنها تتحرك من قدامه وتمشي فورا وهي فعلا لما كانتش مشت كان هيصور جناية في المكان ده علشان كده مشت على طول ليان من قصاده وكانت وقفة قدامه من بعيد زينة بنت عمه وكانت عملة تبصله بكل حب وقربت عليه وكانت عملة تبص العيونه بس اللي سرحانة فيها وفضلت تقول أنا مش عارفة أنت عاوز منها إيه يعني كتها تخلص على روحها علشان ما تتجوزكش ده أنت ألف مني اتمناك خلاص سيبها أنت حديتها في دماغك ليه هي مش عاوزك أنا مش عايزة تتجوزك هتتجوزها غصبا عنيها يعني كيف بقول لك إيه سيبها وأني أجيب لك ستة ستة وأجيب لك ليه ما أنت عارف أني بحبك وبدوب فيك وأعارف أني بتمنى الردى تردى وإني طول حياتي بتمنى أنك بس تردى عني وتبص لي بس بنظرة حب مش أنت عارف أني بحبك ما تخليك معايا وهمالها ترجع مصر هي مش من توبة ولا إحنا من توبة قلت بس قلتلك مليون مرة مش أنت اللي تقولي إيه اللي يحصل وإيه اللي ما يحصلش معجول بجأة أنت عايزاني أحبه واحدة ما بحبهاش زينة أنت بتعمي واني ساكت لغاية دلوقت علشان أنت في دارنا لكن لو كنا في مكان تاني كان هيكون رد فعل تاني وما كانتش هيعجبك ابعدي عنيها وابعدي عني أنا كمان خليك في حالك أنا بعمل الصالح ردت بزعيق وقالت لا واني بجأة مش ههملها أنا خلاص حطيتها في الماغي ومش هسيبها أبدا بص بجأة انت خلاص في قلبي واني مش هشيل حبك من قلبي ده لو عملت فيي أي حاجة إنما بيت المركوب دي هني حطيتها في دماغي وخد بالك أنا بجأة مش هسيبها يانية هي في الدار دي ومالك ما ردش عليها لأن كان فكر إن كل اللي بتعمله مهاطرات وأي كلام فارغ في الهوى وخلاص وسبها ومشي أما زينة الكلام فعلا كان حقيقة وحطت فعلا ليان في دماغها وكانت بتبص له بغضب وكانت عايزة تنتقم وفعلا بالليل المغرب المأزون كان موجود وكان بيشوف الأوراق علشان يبتدي يكتب كتاب مالك وليان وكان حاضر والده وكمان ماهر أخوه ومامته وزينة اللي كانت غضبانة ومتدايقة جدا وأخيرا تم كتب الكتاب ومالك طلع قوضة عرصته طلع علشان يشوف مراته مراته الجميلة اللي شبه الملاك لكن الغريب والغير متوقع إنه أول ما دخل القوضة عينية تسعد جدا وتصدم تماما من اللي شافه عايزة أقول لكم إني نزلت قصة جديدة حلوة جدا على قناة التانية روايات عربية اسم القصة طفلطة الأربعين بجد قصة جمدة جدا ومشوقة قوي متأكدة إنها هتعجبكم لينك الكصة فأول تعليق مسبت يلا بسرعة الكل يروح على قناة روايات عربية علشان تشوفوا الكصة الجديدة قد إيه هي مشوقة وجمدة جدا وغير متوقعة ووضع إنها هتعجبكم قوي وقبل ما نبدأ بالحلقة الأخيرة يريد ما تنسوش تصالوا عن نبي وكمان ما تنسوش اللايك علشان تشجعوني مالك بعد ما كتب كتابه على ليان تلعي القوضة علشان يشوف عرصته وكالعادة هي متضايقة ومش طيقه لكن اللي شافه غير متوقع تماما لقاها لبسة فستان قصير جدا ومكشوف وحتى الروج أحمر كان يطلع زي الأمر مالك أول مرة في حياته يشوف ست بالجمال ده قرب عليها وقال أنا كنت جاي علشان يعني قلت أكيد أنت مش طيقاني علشان كتبت اللي كتاب بس إيه اللبس الحلو ده أنت طلعت حلوة جاو يا ليان جاوي مرسي مرسي يا أبي أصلا بكسفه انت عارف هي طنت ممتق جابت لي اللبس ده وقايت إن يلبسه النهاردة بس أنا مش عارفة ليه بس عموما هو عجبني قوي اللبس ده وأنا مبسوطة قوي إن هو عجبك يا أبي حلو اللبس رد عليها وقال أولا ما تقوليش أبي دي تاني أني جوزك عارفة يعني إيه جوزك يعني سترك وغطاك ما ينفعش تقولي أبي دي تاني أما سنيا بجا فانت زي القمر جدعة إشطة مهل بي عمري ما كنت تتوجع إن يتجوز وحدة بالجمال ده تعالي وشالها أما ليان كانت مصدومة من الكلام اللي بتسمعه من مالك لأول مرة في حياتها معقول هو ده مالك اللي قلبه آسي هو ده مالك اللي ما عندوش رحمة ولا إنسانية والعمر قال لها كلمة حلوة زينا بقى جريت على قضيتها وكانتها تتجنن وهي سمع صوت دحك ليان وصوت دحك مالك لأول مرة بيجلجل في القصر كله علشان كده كانتها تتجنن وفضلت تقول معجول استنيتك كتير يا مالك علشان تحس بي وتتجوزني بعد ده كله تروح تتجوز المفعوصة اللي اسمها ليان ده وتضحك وترمح معاها زي ما انت عايز لا بس اني بقى مش ههنيك ولا ههنيها هخطف عمرها منيها علشان نخلص منها وبعدك ده مالك يشوفني ويتجوزني يعني وبعدين اتصلت بالتليفون بشخص وكانت بتقول ايوة عايزك تنفذ المهمة اللي لاهدي ولا قلك سيب ويتهنى بيها اللي لاهدي خليها بكرة الصبح في الصباحية اول ما يصحوا من النوم تنفذ كل حاجة مفهوم ونروح لوالد مالك ومهر كان بيقول لوالده هديهم اتجوزوا هم يا بوي والفلوس بجد حدانة هو انت يا بوي حاسس بايه اصلا يعني متضايق جوي اني انا كنا بنحقد عليه ده مالك مهما كان اخوي ومهما كان ده كان طيب وكان بيحبني جوي زمان قبل ما يبقى جاسك ده عندك حاج يا ولدي لسه كنت بفكر في الكلام ده انا كنت عايز اخلص على لايان وبعد ما ناخد فلوسها لا اللي انا عملته ده غلط انت عارف زمان ابوها واما سابوا البلد ومشوا وتجوزوا الحال عارف ليه يا ولدي لاني كنت بحب امها جوي لكن هي كانت بتحب اخوه علشان اجده صلطت ناس كتير انهم يخلصوا عليهم علشان ارتح منيهم بس الجدر بجأ والحمد لله انهم ماتوش بسببي كانوا ماتوا في حدث واني يعني من ساعتها وضميري من ابني جوي وبصراحة البت دي غلبانة وتسيتمت بدري ياه هو ده باجا يا بوي السر اللي انتم خبيينه علينا باجا لكم مد عموما عندك حاج يا بوي مالك كان فرحان جوي النهاردة وهو بيت جوز وبيكتب كتابه على لايان علشان اجده انا برضو كنت عايز اقول لك البت ده غلبانة وننسى اللي حصل ونفتح صفحة جديدة وبعد يوم طويل لايان ومالك كانوا نايمين وابتدى يهل المكان الانوار وسود زقزائة العصفير مالك صحي من نوم واول ما فتح عينه لقى لايان نايمة وكان عمال يوصلها بكل حب وبكل حنية كأنها بنته المشاغبة وكمان زوجته وكمان حبيبة عمره وفجأة لايان هي كمان صحيت وفتحت هنيها واول ما بصت جنبها لقيت مالك صحي صباح الفل اوه انت لسه صحي ولا ايه شكلك صحي من بدري وطالما بقى انت صحي من بدري ما صحيتنيش ليه صحي وقاعد كده على السرير انت كسلان قوي على فكرة اتفضل قوم علشان نفتر انا هموت من الجوة ايوة عاني صحي من بدري بس بتأمل بتأمل في الجمال اللي بقى حدايا عاني مش مصدق نفسي اني متجوز حرية من الجنة ده انت اجمل بكتير انت كنت حلوة قوي مبارح والنهاردة بقيت اجمل بكتير انت علكتيني بيك جوي يلا بقى علشان نشوف العيلة وفعلا نزلوا العرسان مع بعض والجميع كان متجمع يا صلاة النبي ازيكم يا ولاد صباحيا بركة يا عرسان اخيرا يا مالك اتجوزت وشفتك عريس يا ولدي وانت يا ليان يا بدي مالك طيب وابن حلال هو يعني خلق يحبتين وبيتعصب كتير بس هو بقى جوزك وانت تطبعيه على طبعك يا بدي الف مبروك يا ولدي الف مبروك يا ليان يا بدي مش عايزك تزعلي مني من اللي حصل بيني وبينك زمان هو خلاص ماضي وراح احنا دلوقات ولدي اللي لهدي وهنفتح صفحة جديدة مع بعض واللي مستنيه الاحفاد اللي هيملو الدار علي مستني اليوم ده بفارغ الصبر انت يا بوي ادتني نعمة كبيرة جوي من غير ما حس ليان دي باجت كل حاجة في حياتي غيرتني وغيرت تفكيري واسلوبي وكل حاجة حبتها حبتها جوي اني بحبك يا ليان وبعترفك هاو جدام عيلتي وجدام الناس كلاتها يا اغلى حاجة في حياتي بعدما العيلة كانت سعيدة وفرحانة فجأة اصوات الرصاص كان مسيطر على البلد كلها وكمان على القصر الهدف كان على ليان لكن مالك جري بسرعة واخد الرصاصة هو ومع الاسف نزف كتير وودون مستشفى ولانه حتاج جنيين الدم ليان اتبرعت له بدمها جول يا بوي اللي حصل ده اللي حصل ده مستحيل اسكت عليها ابدا انا عارف مين اللي عملك ده انا شفتها وهي بتجري زينة مفيش غيرها صلتت ناس علشان يخلصوا على ليان لكن انا الحمد لله جريت على طول وخدت الرصاصان عملتوا معها ايه ما تجلكش يا ولدي عمري ما هسيبك وهفضل جنبك لغاية ما تخف وتجوم بالسلام ليان اللي اديتك دمها وبصراحة هي فعلا زينة اللي عملتك ده واني اتصلت بالبوليس واخدوها وهي دلوقت في السجن وبتاخد عقابة وتستاهل وعمري ما هزعل عليها ابدا علشان تستاهل اللي هي عملته عني مش عارف هي عايزة منينا ايه اموما خلاص الشر الراح يا ولدي مالك حبيبي علشان خطري خف وقم بسرعة انا ما بحبش اشوفك كده بحب اشوفك كويس وبص زعقلي واضربني اعمل اللي انت عايزه بس المهم عندي ما اشوفكش في المستشفى تاني يا مالك انت بقيت كل حاجة في حياتي ودمي بقى بيجري جوا جسمك دلوقتي يعني انا وانت بقى انا شخص واحد ممكن يا مالك تخف علشان خطري وترجع لي بألف سلامة وبعد تسعة شهور ليان خلفت بنته ولد توقم زي الامر ومالك وليان كانوا عايشين حياة سعيدة جدا مع قسرتهم الجميلة ومالك اسلوبه تغير تماما بقى حنين جدا على زوجته وكمان على اولاده وكانوا عايشين اسعد زوجين في الدنيا وكمان اسعد ام واب واحن ام واب في العالم وبكده تكون نهاية روايتنا السعيدة يا رب بتكون عجبتكم اتمنى لو عجبتكم ياريت ما تنسوش تعملوا سابسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس على كلمة الكل علشان يوصلوكم اشهر اول ما ننزل قصة جديدة وهستنى اراءكم وتوقعاتكم في الكومنت اللي دايما بتساعدني وتقولولي يطارا كان ايه رأيكم في الرواية الجميلة دي ويطارا حبين الرواية القادمة تكون بتتكلم على ايه وكمان اسم الابطال يطارا عايزينهم يكونوا اسمهم ايه اكتبوا لي في الكومنت وانا هختار من تعليقاتكم استودعكم الله الذي لا توضيع وضائعه مع السلامة يا اجمل اخوات في الدنيا